السلام عليكم ازاي كتير عاملين ايه? الحمد لله هو ان شاء الله في ناس كتير مستنيئة يوم الجمعة هو. ان شاء الله ننتزم بس في الفيديوهات وانتو كمان انتظم عشان انتو تشوفوا الفيديوهات. طب نبدأ في اول جهاز بالنسبة لنا هو جهاز جهاز بسيط جدا. وان شاء الله انه فيه بالشرح جهاز كله وظيفته كله مهمته ان يحاول الدواء من الصورة السائلة للصورة او البخارية. اللي هو بيخش في جوه غرفة معينة. فالدواء يستنشقه المريض. طيب فيه تلات انواع من فيه جيت نوبلايزر والمش ببريتنج طيب ايه الفرق ما بينهم وايه انواع دي كلها? هنقدر نفهم كلهم بالتفصيل. نبدأ مع اول نوع بالنسبة لنا هو الجيت نوبلايزر. الجيت نوبلايزر بيكون من ايه? من كمبريسور ده بيحول من الحركة الدورانية اللي جاية لمن المطور لحركة اه تزازية ترددية. حركة تزازية ترددية دي بيكون جواب بيستم. البستم مسلا ده بيقى السلندر. وده البستم. البستم بيبقى داخل طالع في الجواه السلندر. السلندر دي بيبقى فيها فتحتين فتحة. بتدخل منها الهوى. وفتحة التانية بتخرج الهوى. البستم ده داخل مسلا. بيكبس الهوى في الاتجاه ده. فيكون فيه فتحة من هنا بيطلع الهوى وهو بدغطة اكبر. ومن هنا بتكامل خلخلة وراها. فبتدخل الهوى من ناحية دي وبتخرجها بالناحية دي. زي ما روح بالزبط كده. بيكون مدخلة الهوى متجاهة ومخرجها باتجاه. بس او بيكون الهوى مضغوط. يعني الداخل الداخل بقوة اكبر. طيب قبل المدخل بتاعنا بنحط حاجة اسمها فلتر. الفلتر ده عشان ينق الهوى. الهوى اللي داخل لنا ما يبقاش فيه تراب او كده. والهوى اللي بتاعنا. اللي بتاعنا ده بيكون الشركة اللي مصنعها بحيس انه هو لما يختلف بالهوى يمتازج معاه. مش ان هو يبقى زي مسلا ان كنك بتنفخ في زيت. فالزيت ما بيختلفش بالهوى اساسا. مش هيتلع معاه الهوى. لأ بيكون الدواء ده مصمم انه هو لما يخش فيه الهوى بيطلع معاه. ماشي? بعد كده اخر مكون عندنا هو الفيس ماسك. الفيس ماسك بيكون فيه منه انواع كتير للناس الكبيرة والاطفال. وفيه منه كمان للقطط. هبقى سيبلكم سوارهم كل الحاجات دي. الهوى بيخش في جوه غرفة معينة. فالدواء يستنشيكوا المريض. ايا كان بقى المريض ايه? بنعمله الماسك بتاعنا على حسب المريض شكله عامل ازاي? ماشي يقدر يستنشيكه. طيب نوضح بقى الجيت نوبلايزر بيشتغل ازاي بالتفصيل? اه. اول حاجة بيخش قهربة امتين وعشرين وولد. ماشي? داخل الجيت نوبلايزر. الجيت نوبلايزر فيه مطور. المطور ده بيبتدي يعمل حركة دورانية. حركة دورانية تخش على كومبريسور. كومبريسور ده بيبقى فيه بيستن وسلندر. ماشي? البيستن بيبقى طالع نيازل جواه السلندر. بيولد ضغط هوى في منطقة. ومنطقة التانية بيولد فيها خلخلة هوى. خلخلة دي معناها ان ايه? بيشفت منها الهوى. زي المروح. بيخش الهوى من ناحية. والناحية التانية بيطلع منها. فالناحية اللي داخل منها بنحط فلتر. ماشي? عشان الهوى ما يكونش محمل بالأتربة. والناحية اللي بيخرج منها بيكون حطوط فيه الفيس ماسك. الفيس ماسك لاشكال كتيرة. ماشي? طبعا كل حاجة بالصور بتاعتها هتلقاها تظهر مع الفيديو. في المونتاج هزبط الحتة دي. طيب النوع التاني بالنسبة لنا هو الالتراسونيك نوبلايزر. الالتراسونيك نوبلايزر بيستخدم موجات الالتراسونيك. في النهاية تعمل خلخلة بتاعنا اللي هو الدواء. يعني يكون فيه هوا بيمر فوق الدواء بتاعنا. فالدواء ده بنعدي جواك موجات فالموجات دي بتخلي الدواء يختلط بالهوا. بيوجد لنا اللي احنا كنا عايزينه. ده يخش بقى على رئة المريد اللي عنده التهاب او كده. بيجيب برضو نفس النتيجة الفورية. كل الفكرة ان الجيت نوبلايزر بيقى صوته عالي قوي. يعني بيكون ماتور وكمبروسر عامل كأنك مشاغل حاجة اسمها كمبروسر. بس ما في ناس كتير عارفة كمبروسر. ده اللي بيتراش بيه البوية والحاجات زي كده بيكون في كمبروسر. الجيت نوبلايزر بيكون صوته عالي. الالتراسونيك نوبلايزر لا بيبقى صوته اوطى بس بيقدي نفس الفكرة. هنا بيستخدم موجات الالتراسونيك. هنا بيستخدم الكومبرسور والشامبر بحيس ان هم ايه? يخلوا الدواء يعمل نفس الوضعية. يبقى في حالة بدل ما هو دي بقى حالة. اخر نوع بالنسبة لنا هو المش بيكون حجمه اصغر بكتير قوي من الارتراسونيك نوبلايزر. بيكون شغال بالبطاريات. فممكن مسلا لو طفل صغير او حاجة عند مرض رابو او كده. وبيروح مدرسة وبتاعة وكده. فلازم يكون معا اللي هو حاجة صغيرة بحيس ان مش لازم يكون متوصل بكهارابة امتين وعشرين فورت. لا ده يكون متوصل ببطارية صغيرة. وحجم كمان صغيرة هتلاقي في الصورة عندك دلوقتي. حجمه صغير وتوصل بطارية حاجة شكلها اشيك شوية لو طفل او كده يكون واخده معاه. بس والالتراسونيك نوبلايزر بيكونوا عمليين اكتر. فلو في مستشفى او حاجة هتلاقي اكتر حاجة فيها هيو الجيت نوبلايزر. منتشر جدا في المستشفيات. وهو ده الكلام كله كان عليه يعني وكده. اما الالتراسونيك برضو منتشر بس مش قوي زي الجيت نوبلايزر. الجيت نوبلايزر بيكون ارخص شوية. الاحدث فيهم واللي هو شيك وكده وينفع الطالب او حاجة او طفل صغير ياخده معاه هو المش ببريتنج نوبلايزر. بيكون شغال ببطاريات وكده فيكون سهل مع انه هو يشيره كده. بس طبعا بيكون سعره اغلى نسبيا من الاتنين التانية. وكمان لو في المستشفى او كده ده مش هيكون عملي. مش هيكون حل عمل ان يكون كزا مريض وكده. لان جيت نوبلايزر بيكون طالع منه التيوب. فالتيوب دي بداخله على المسك. فالمسك والتيوب كلهم يتغيروا مع كل مريض. لكن انت هنا في المش ببريتنج نوبلايزر لأ انت هو جهاز كله ثابت تقريبا. المسك بتاعنا ممكن يكون بتغير ويتركب على حاجة مكانه. بس هو بيكون واحد يعني مينفعش ان يقعد يتغير بكزا مش هيستحمل الجهاز ضعيف شوية برضو. وبيتشحن ببطارية وحاجات زي كده. طب نخش على مميزات بقى السيانة. اول حاجة في مميزات نوبلايزر انه هو بيكون ممكن انك تشيله معاك. مهما كان برضو. حتى اللي هو بيبقى حاجة مميزة الدكاة زي ما انت شفته في الصورة كده. هيكون هتقدر تشيله برضو في شنطة او كده يعني مش كماشين كبيرة بنحيس ان هي لازم تغير في المستشفى او كده. لأ ممكن يكون في بيتك شغال في البيت عادي بمتين وعشرين بولت وتوصله به. تشتغل وانت في البيت عادي. مش لازم انك تروح مستشفى زي زمان كده. الاجهزة دي لازم تروح لهم مستشفى. والمريد اللي جات له ازمة او كده على ما يروح المستشفى ممكن يكون اصلا توفى او كده. والميزة التانية انه بيجيب نتيجة فورية. فانت المريد او ما بينشغل الجهاز. ويبدأ انه يعمل بتاعه في خلال دقيقة او حاجة. يخش جوه جسم المريد اللي عنده ازمة او كده. لانه تبقى ازمة صدرية مسلا الناس اللي عندها قادرة تنفس تماما. فهو لو تساب كده مسلا مدة ربع ساعة او لحاجة تكون توفى خلاص. كل الانواع بتكون هي قابلة للحمل ان انت ممكن تشيلها معاك وكده. لو مسلا او كده تلاقي جسمه صغير برضه. فانت ممكن تكون سايبه في البيت او كده. والمريد اللي عنده حالة خطيرة او كده بيكون معا في الشنطة. فالوضع كان هيبقى صعب او لو مش موجود يعني هيبقى مشكلة. لان المريد اللي جات له القزمة دي لازم يكون معاها عطول. الميزة الاخيرة ان هو مش مؤلم تماما ما بي يعني المريد بيستنشك كهوة كأنه بيتنفس عادي خالص بس بيستنشك كهوة محمل بالدواء. بيجيب نتيجة فورية. فالمريد او ما بيستنشك ويكون خلاص يعني الازمة اللي عنده راحت في سنيتها. فهي دي الفكرة ان هم يعملوا اساسا. كان زمان مسلا ياخد دواء او حاجة بديلة. فلسه بقى تاخد مسلا ايه عشر دقيقة او حاجة عما يجيب نتيجة لكن ده لأ بيجيب نتيجة فورية عطول. طب بنخش بقى على الصيانة. اول حاجة في الصيانة انت اول حاجة بتشوفها او الجهاز شغال او مش شغال. لو الجهاز شغال فانت بتشوف برضو ضغط الهواء اللي خارج منه. هل مناسب ونفس الضغط المعتاد بتاعنا? ولا الضغط مختلف? لو الضغط مختلف او اقل من العادي يبقى الفلتر بالنسبة لنا كده محتاج تتغير. ايه ما المشكلة التانية انه ممكن يكون في ماشي? طب المشكلة لو في الفلتر هتلاقي الفلتر باين عليه انه عليه طراب او كده. فانت بتغير الفلتر ممكن تحط قطنة مكانه عادي. ماشي? المشكلة التانية ممكن تكون في الجوان بتاع الجوان ده متضرر. فانت عايز تشيله وتغيره تجيب واحد مكانه جديد. والحاجة برضو بصيانة الدورية انك بتحط مثلا زي الفيزلين في الجوة للكمبريسور. بحيس ان يخلي فيه اليونة بين المتال وبعضه. وبرضو لازم يتغير لكل مريض. ما ينفعش ان مريض يستخدم بتاع المريض اللي لازم يتغير مع كل مريض. لان المريض ممكن يكون عنده عدوى تقدر تعدل المريض اللي بعده. يعني ده عنده كزا وده عنده كزا مختلف عنه. الممكن تجيب العدوى من ده لده. طيب ولو الجهاز مش شغال خوالس بالنسبة لنا هيكون حاجة بسيطة او هتمشي مع دايوة الكهرباء. دايوة الكهرباء داخلك مئتين وعشرين داخلين للمطور. المطور ما بيلفش يبقى لعيف في المطور. طب اللي ممكن يكون لعيف في السلكة ذات نفسه. بص على السلكة ذات نفسه. والسلكة سليم يبقى لعيف في المطور. طب اللي ممكن يكون برضو لعيف في السويتش. السويتش بالنسبة لنا برضو بنقدر نختبره. اللي هو المفتاح اللي بنقفر منه ممكن يكون المشكلة فيه. فانت تتمشي على دايرة الكهرباء. تقدر تجيب العيف بسهولة جدا يعني. طيب وده كان جهاز النوبولايزر. جهاز النوبولايزر بسيط جدا وسهل. وان شاء الله تكونوا استفدتوا. والأهم حاجة ان احنا نتابع كل اسبوع. وعايزين ننشر الموضوع للناس تانية مش لازم يبقى كلتنا احنا بس. لأ نبقى عارفين ببعض كلنا. آآ الحمد للان انتم ببسطة انا اول فيديو عجبكم. سلام.